هل ترى هذا النظام المحكم في خلق السماء والأرض ألا تتعجب من إبداع تلك العوالم وإتقانها إن ذلك كله سوف ينقلب ويختل مسببا أهوال القيامة فالسماء تتشقق وتصير أبوابا تتنزل منها الملائكة وتصبح ضعيفة واهية ثم يطويها الله عز وجل قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال ابن عباس كطي الصحيفة على الكتاب وتتناثر النجوم وتتكور الشمس ويذهب ضوءها قال تعالى إذا الشمس كورت قال ابن عباس يعني أظلمت ثم ترمى في النار عقوبة لعابديها قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة وتقلع الجبال من أماكنها وتصبح رملا ثم تصير كالعهن المنفوش وتفتت كرهج الغبار ثم تطيره الرياح قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وتفجر البحار ويزول الحاجز الذي كان بينها قال تعالى وإذا البحار فجرت قال ابن عباس فجر الله بعضها في بعض وتشتعل نهر قال تعالى وإذا البحار سجرت قال مجاهد أوقدت وتزلزل الأرض وترجف رجفة عظيمة لم يحدث مثلها من قبل قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت ما في بطنها من الأموات والكنوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمه ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا وتبعثر القبور وينقلب باطنها ظاهرها ويخرج من فيها من الأموات قال تعالى وإذا القبور بعثرت قال السدي تبعثر تحرك فيخرج من فيها وتفتح صحف الأعمال قال تعالى وإذا الصحف نشرت ويأخذها أصحابها أهل السعادة يأخذونها باليمين وأهل الشقاء يأخذونها بالشمال وحينئذ يعلم كل إنسان أنه لم يظلم لأنه عاين أعماله التي جوزي عليها قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ترجمة نانسي قنقر